ففي هذا الفيديو جمعت لك أهم عشر أسئلة اللازم تتكرر في المقابلات بالإنجليزي و رح أدربك على النجابة معايا عشان يسهلك جزء كبير من المقابلة في الله نبدأ فرجعك حسين للسؤال و أنا كمتقدم في الوظيفة رح أجاوب على هذا السؤال وبعدين يكون دورك إنك تتعلم من نجابتي وتجاوز فهنا أبغى أجاوب على السؤال و قوله أنا كنت في مجال التسويق لأكثر من سبع سنوات و بديت كمتدرب و من هناك طليعت لما أصرت مدير تسويق سينير أو مدير تسويق الأساسي وبعدها بقول نجاحاتي فأقول أنه أنا كنت الشخص اللي كان مسؤول على المشاريع اللي زودت عشرين بالمئة من وضوح الإعلام التجارية و كنت قاعدة أدير فريق يوصل لعشر أشخاص و في النهاية بغى أضيف حاجة كده أقول بره الشغل أنا أستمتع كده بالطبيعة والمشي في الطبيعة اللي هي الهايكينغ والتصوير في الآن خلينا أقولها بالإنجليزي قلعني عنك أماكن و كنت أنني أعمل بالتعبير في تحديث المستخدم في الأمور و أعلم عند مجتمع بمعاركة و تعمل بطبيعة طيب فهذا الإجابة دورها إنه هي توريك أمثلة على إنك كيف تقدر تستخدمها هذا الكلام وتستخدم زكا أنه قالب وتغير منه الأشياء اللي تنطبق عليك فهين عندك الأشياء اللي باللون الأخضر أنت تتغيرها وتقدر تقول الكلام اللي ببالك فالله تحين دورك تجاوب وعندك المؤقت شغال عليك تخلص الإجابة قبل ما يخلص المؤقت هذا السؤال من أهم الأسئلة التي تشوفها 100% فهذا السؤال أنك عودت نفسك عليها وطبعا تيجي ترجع الحلقة مرة تاني تشوفها لايرا ما يحتاج أنه نوصل لمرحة البرفكشن خلينا نهجب على السؤال التاني وعلى فكرة إذا تجديد على هذا القناة ممكن تشترك فيها لأنه قاعد نزل محتوى لانيهاية عن طرق مختصر لتعلم اللغة الإنجليزية اللي ساعدتك بقوة وإذا تشترك في القناة مرحبا باك تجد دي لايك للفيديو لأنه هذا حيث يعمل محتوى أكثر لماذا تريد أن تعمل في البرفكشن؟ فهذه من أحد الأسئلة المهمة جدا اللي بتخيل واحد طبليا أو شرية أنا بشتغل بس هم يعني يبغوا إجابة أكثر من أنه أنا بغشتغل يبغي شوفوا فيه ترابط بين هدفك وعندك يعني شغف في المجال الشركة الشغالة فيه فأنا هنا أبغى أقول أن شركتكم مشهورة ومعروفة في مشاريعها اللي التساهم في رؤية 2030 وأن حريص أن يكون جزء من هذا المستقبل وتركيزكم على الابتكار من أحد الأشياء اللي أنا مهتم بيها أو من أحد أحدافي فخلينا نشوف كيف راح أجاب عليهم لماذا تريد أن تعمل في مجال تعمل في مجال أجاب جزء من المجال الإبناء في عامية وإن طبال نشوف وأن أقلق إلى أجاب بساعدة أجاب قد يشهر بسيارة وإنها وإنها أعادة وإنها هذه من أحد الأسئلة اللي يبغي يشوف الشيء المميز فيك. فإن أنا حقول أنا شخص مشتهد وعضو جيد في الفريق يعني أقدر تعاون مع التيم وزي كده. وبعده أبغى أوضح أكثر فحقول إذا أنا شغال على مشروع أنا حدي المية بالمية حقتي عشان أتأكد أن الموضوع يكتمل بشكل كامل. What is your greatest strength? I am a diligent worker and a good team player. And when I'm assigned a project, I always give my 100% to make sure the project goes successful. What is your greatest weakness? هذا السؤال يبغي يشوف كده إيش أنت صادق مع نفسك وديك تفهم وتحلل نفسك. فما تبغي تقول كده حاجة أنا اشتهد كتير وهذا يخليني نقطة ضعف. لا هي نقطة خوة. فبغاك تقول نقطة ضعف حقيقية مهنية موجودة عندك. بس بنفس الوقت ما تكون حاجة كده أنا شخص ماحب يشتغل نهائيا. تكون حاجة في النص. بعشي كده أنا حقول إنه أنا أميل إنه أنتقد نفسي بزيادة وهذا يعني صح إنه أبغى أحاول إنه أخلص الموضوع بجودة عالية. إنه بعض الأحيان بيخليني إنه أطول في الشغل أكتر. لكن بنفس الوقت ما أبغى أنهي كلام هنا أبغى أضيف على إيش الشي اللي بحاول لحس النقطة ضعف هذه. أتزان أكثر بين الثقة الذي أسويها في مهاراتي عشان أحل هذا المشكلة. ما هي أكثر أفضلتك؟ أحياناً أحياناً أكثر من أفضلتك في عملتك. عندما تحاولي تقليل تقليل من أحياناً أحياناً أكثر من أحياناً أشياء. أحياناً أحاول على تحاولي بشكل موضوع و أعبار و أحاولي بشكل موضوع. موسيقى موسيقى طيب قبل ما نكمل إذا أنت من الناس اللي تبغى تتكلم الإنجليزي باحترافية بسرعة و بدون ما تغلط وتحتاج حاجة تاختك خطوة خطوة لهذا النتيجة. فأقدم دورة المحاكات الاحترافية اللي رح تدي لك كل حاجة تحتاجها عشان توصل للفل أنك تتكلم الإنجليزي باحترافية. من مدخلات تفاعلية من ممارسة تحرك لسانك معين من خلال عبارات وجمل مع سكسبير ذكار الصيني عشان تتكلم معه وتمارس المحادثة. وكمان جلسات الكونفرينس سبيكين عشان تتكلم مع معلمين أجانب في مجموعات عشان تكون عندك هذه الثقة. ومن أحد الأشياء اللي بركز عليها في الدورة أن نركز على الجانب المهني على الاجتماعات العمل وتجهيز المقابلات محاكات المقابلات في أحدة كاملة متخصصة بهذا الموضوع. عشان واحد يطلع هو مو بس جاهز لهو أخذ المقابل أصلا معي قبل كده. ومتدرب على كل أنواع الأسطلة وكل عبارات اللي يحتاجها سواء في المقابلات أو ما بعد المقابلات إذا حتى تقال لك أوكي طيب نحن المفروض أكمل على لغتي هذه اللي تعلمتها. وتديرك الأشياء التي تحتاجها في الاجتماعات في العمل التحدث والتواصل مع المسؤول المباشر إلى آخره. فإذا انت محتم تكت تسجل في قائم التضارع عشان تكون من الأوائل الناس اللي يكون عندهم فكرة عن الدفع الجاية حتى قبل ما أعلن عنها في السوشيال ميديا. والحمد لله لألاف من الخليجين اجتازوا هذه الدورة وحققوا هدافهم ودخلوا الفرصة المهينية كانوا يتبنوها فإذا انت محتم تكت تضغط على الرابط تحت في البايو. ونراك هنا. هذه من الأحدة اللي تشوف أهدافك. طبعا صعب الواحد كده أحدد أهداف والضبط خمس سنوات أبقى أكون هناك. لكن تبغى أن يكون عندك تصور أنك تصل إلى الليفل اللي بعده. فهنا أبغى أقول أن أتصور نفسي أن أكون أتولى المشاريع وامسك المشاريع. وممكن يكون في دور قيادي estratégي أكثر اللي يقدر أخذ فيه قرارات تأثر وتكون توجهه التيم اللي دوبه داخل الناس اللي اللي بتكون شغالي معايا. سأبدا نفسي. مجبوع أن أزالي بمدر令 أو الصراتيجي جدد. أكتب لي تحت ولا نكمل لماذا يجب عليك؟ هذا السؤال يريد أن تفصير إضافي لأنك الشخص المناسب للمشاهدة فتريد أن تطابق بين مهاراتك وخبرتك وبين الشيء الذي تطلب الشركة فعنشا كده سأقول مطلباتكم لشخص يحتاج مهارات تحليلية قوية وخبرة في دارة المشاريع على سبيل المثال سأقول أن هذا الشيء توافق مع خلفيتي وبعدما أصلا أدرت مشاريع وكان عندي فريق وخبرة السابق أنا متأكد أن هذا الشيء وواثق أن قدرتي على أن أساهم في المشاريع بقوة Yeah Why should we hire you? So your requirements for a candidate with strong analytical skills and experience and project management resonates with my background Having led several projects and teams in my previous roles I'm confident in my ability to contribute effectively insya Allah هذه من أحد الأسئلة اللي يعتمد على الدور اللي قعد تقدم لي لما يكونوا مرينين في البجت فهم بنفسهم يسروا هذا السؤال فإذا سألك هذا السؤال بالشكل العام ونصيح العام أنك تقول لهم الشيء أو الرينج اللي انت تتوقعوا اللي هو مناسب مع خبرتك عشان هم يكونوا عارفين توقعاتك عشان يقدر يضبطوا لك الباكش بناء عليه ولكن بنفس الوقت يوري انه فيه مرونة أكثر تحدين إذا انت بناسة انت بغت تدور على مرونة وما تبغت تحطك للشروط واضحة وكده صارمة فعاش كده رح أقول بناء على بحث المسؤوليات الدور اللي حسويها في المقابلة هذه أنا النطاق الأبغاها يكون من بين الـ 12 إلى مثلا 14 ألف وبعدها رح أقول ومع ذلك أنا جاهز أنه أناقش على الشيء اللي يعتبر عادل للشركة ولينا What are your salary expectations? Based on my research and the responsibilities of the role, I'm hoping for a range of 10,000 to 14,000 salary hours. However, I'm open discussing what's fair based on the company's budget and structure. Can you describe a challenging situation you faced at work and how you handled it? هذه من أحد الأسئلة الشائعة المعقدة اللي بيشوف قدرتك على حل المشاكل على كيف مخك يشتغل من جوه ونوعا من أحد أصعب الأسئلة لأنه غوين توصف موقف بيكون صعب هنا أبغا أقول أن في مرة من المرات كان في خلاف بين أعضاء الفريق في اتجاه المشروع فنظمت كذا جلسة تعاونية كل واحد قال وجهة نظره وقيمنا الأمور هذي وصلنا في النهاية لحاجة يعني تفيد من شروع فهذا الإجابة بتوري فيك مهارة الحلول مهارة نجيب مهارة الكمنيكيش فهي فرصة أنك تثبت نفسك وتقول مين إنت Can you describe a challenging situation you faced at work and how you handled it? So once there was a disagreement between team members over a project's direction. So I organized a collaborative session where each member presented their views. We evaluated the merits of each approach and reached to a result and a decision that benefited the project. How do you handle pressure or stressful situations? هذي من أحد الأسئلة الشركات المنافسة الشركات اللي فيها نمو دائمًا حديثة لك. تبقى شوف شخص مجتهد ما يبقى واحد كده عنده مهارات بس ما فجزئية العمل في الضغط والاجتهاد السؤال مر مهم. فأنا هقول أنا أعطي أولوية للمهام وأقسمها على خطوات عشان أقدر أديرها. وركز عن التواصل يكون مفتوح مع فريق عشان نكون عارفين إيش المهم وإيش المهم ومهم وكمان أستخدم تطبيقات لترتيب المهام عشان ما أنسى حاجة. How do you handle pressure or stressful situations? I prioritize tasks, break them down into manageable steps and ensure open communication with my team. I also use task management apps like Todoist to make sure I don't forget anything. What is your greatest professional achievement? هذا السؤال بيشوف سكف إنجازاتك عشان يعرف إذا أنت قادر إنك تتعامل مع الدور الجديد. فتبغى توريله وتديله وتكون مختار ومجهز أكبر إنجاز من تسويته. فهنا هقول أكيد أنا كنت المطور الرئيس لتطبيق جوال التجارة الإلكترونية وسوى قناده وللآن وصل لأكثر من مليون مستخدم والمعروفة لتطبيق هذا بيواجهة سهلة وميزات فيها والأمان فيها عالي. What is your greatest professional achievement? سألتني. So I was the project manager for a mobile application aimed at enhancing e-commerce experience. The app has since gained over 1 million users and has been recognized for its user-friendly interface and security features. فهذا كان بالنسبة لي أهم من العشرة أسئلة اللي راح تشوف في المقابلة بالنسبة مرة كبيرة. فشكرا جدا على مشاهدك إذا عجبك هذا الفيديو ممكن تروح تشوفه مرة تانية أو تشوف فيديو تاني تكلمت فيه عن كيف تتكلم الإنجليزي بدون مدرس. عشان تحسن مسؤولين شيء لما بعد المقابلة كمان. سبحانك الله وحمدك. شكرا للمشاهدة. ماسلام.